أعزائي الطلبة أصعد الله أوقاتكم بكل خير نلتقي مجددا ضمن مصاق نظرية المنظمة ونستكمل الفصل التاسع والذي يتحدث عن تصميم الهيكل التنظيمي وسنتناول في هذا الجزء هيكلة العلاقات طبعا في الجزء الأول احنا أخذنا هيكلة الوظائف والمهام وفي هذا الجزء نستكمل له هيكلة العلاقات طبعا تحتوي المنظمة على مجموعة كبيرة من الوظائف لنعط أداءها بأفراد معا بلغة الشراكة ويمتلكون مهارات متنوعة متشابهة ومختلفة إذن هاي الوظائف بيقوم فيها مجموعة من الأفراد طبعا بيمتلكوا مهارات متنوعة كلهم حسب تخصصوا طبعا هذه المهارات يم تتشابه يم تختلف إذن هناك الكثير من المهارات ويستخدمون معارف وخبرات وأدوات وأسليب متنوعة لغرض القيام بالوظائف لتحقيق أهداف المنظمة إذن بالنهاية كل مهارات وخبراتهم علشان يقدروا يحققوا أهداف المنظمة وبصورة عامة فإن هذه الوظائف يمكن أن تلاحظ في إطار كونها إما وظائف أساسية أو وظائف مساندة أو وظائف إدارية أخرى إن هيكلة العلاقات بين هذه الوظائف سواء كانت الوظائف الأساسية أو المساندة أو الإدارية إن هيكلة العلاقات بين هذه الوظائف أمر ضروري لنجاح العمل وتحقيق الأهداف وأن هذه العلاقات تأخذ بصيغة ديناميكية متفاعلة متحركة بمعنى يعاد النظر في روابطها وتفاعلاتها وفق ما يتطلب الموقف وتساهم بعض الوظائف في تحقيق حالة الثبات النسبي لإنجاز العمل وهي وظائف ثبات وصيانة تبحث عن الكفاءة في العمل والإنجاز في حين توجد وظائف أخرى تدعو المنظمة إلى الحركية والتغيير والتكيف عن مسجدات وهذه مجموعة وظائف التكيف في المنظمة ومن الضروري إيجاد العلاقات التكاملية والتمسقية لجعل هذه الوظائف تعمل مع بعضها بعض بفاعلية وكفاءة رغم اختلاف توجهاتها إذن أحيانا بتلاقي وظائف كثيرة مختلفة لكن كله بالنهاية بيساعد بعض البعض حتى يحقق أهداف المنظمة ويمكن النظر إلى هيكلة العلاقات من زاوية أخرى وهي أن مجمل العلاقات بين الوظائف تنحصر بكونها علاقات تنفيذية وعلاقات دعم وإسناد واستشارة وعلاقات وظيفية وكما يوضحها طبعا هذا الشكل المرفق خلينا نشوف يعني هاي مجلس الإدارة هاي الرئيس التنفيذي هاي مساعد للرئيس التنفيذي خلينا نشوف هنا رئيس التصنيع رئيس التصويق هاي طبعا لاحظوا هنا مثلا هاي الرئيس التنفيذي مباشرة طبعا بيطلع منه رئيس شؤون الموارد البشرية شون موارد البشرية فيه عنده مدير الإدارة مدير الرواتب والأجور مدير التدريب العديد الآن بنحكي عن العديد من الوظائف المختلفة يعني هنا لاحظوا هاي هنا الرئيس التصنيع برضو تحت منه ايش وظائف الرئيس التصويق تحت منه اي وظائف مدير التصويق والحساب الرئيس التمويل والحسابات برضو تحت منه وظائف الرئيس الشؤون الهندسية برضو تحت منه وظائف لكن الآن لحظه بيحكي لك عن العلاقات التنفيذية المباشرة طبعا بخط واصل متواصل كما تشاهدون هاي علاقات تنفيذية مباشرة هاي الخط اللي هو علاقات تنفيذية مباشرة الخطوط المتقطعة هاي ولكنها عريضة علاقات دهم وإسناد يعني بمعنى لاحظوا يعني هل قيتها رئيس التصنيع اللي هان بياخد دعم وإسناد من وين؟ من رئيس شؤون موارد البشرية ليش؟ لأنه بدي يزودوا بيش بنظام الحوافز والأجور والرواتب ويزودوا ايش؟ بالموارد البشرية تمام؟ هذه علاقات اللي هو الدعم والإسناد تعالوا هون نفس الكلام رئيس الموارد البشرية بيطي إسناد لمين؟ للتمويل والحسابات وفيما يتعلق بتخصص يفتبعه شؤون موظفين رواتب وهو الأخري لكن انتوا لاحظوا حتى دارت شؤون موارد البشرية لها علاقات كثيرة لأنه لها تدخل مع كل مع كل الإدارات لاحظوا يعني مع كل الإدارات دارت موارد البشرية لأنه هي زي الملح الطعام هي بتساند الجميع لكن العلاقات الوظيفية لاحظوا كيف الخطوط يعني نقاط متقطعة زي ما تشايفينها يعني الآن علاقات وظيفية يعني بمعنى المساعد الرئيس بالوظيفته الإشراف على ها هاي رئيس التصنيع ورئيس التسويق اللي هان ورئيس التمويل ورئيس اللي هو الشؤون الهندسية لا هذا وظيفية يعني هو الآن بيقوم بمهامه بيساعد الرئيس في هذا الجانب كوظيفة له بيتبع اللي هو الوحدات رئيس التصنيع رئيس التسويق رئيس التمويل ورئيس الشؤون الهندسية هذا فيما يتعلق هو تقسيمات الوظائف نيجي عفوا تقسيمات هيكلة العلاقات وليس الوظائف لأن الوظائف أخذناها سابقا الآن نيجي لمضوع هيكلة الأدوار تشكل عملية هيكلة الأدوار أحد التحديات الأساسية التي تواجه عملية تصميم المنظمة وهيكلها ومهامها ووظائفها وفي ظل التطور الحاصل في عمل المنظمات والتعقيد الكبير في أنشطتها فقد ازداد بشكل كبير أعداد الوظائف والمسميات والأقسام وهذه لها أدوار متمايزة ويحتاج الأمر أن تعمل بصورة متناسقة ومتكاملة إذن لاحظوا أهم شيء أنه بيختلفوا بالداخل مع بعض بس كبنا نعمل تنسيق إيش دور كل واحد فيهم وهذه لها أدوار متمايزة ويحتاج الأمر أن تعمل بصورة متناسقة ومتكاملة رغم اختلافها وتداخلها لغرض نجاح المنظمة إذن صحيح أدوارها مختلفة لكن بدنا إيش النسق بينها الأدوار المختلفة والنسق بينها بشكل متكامل طبعا نشوف الشكل جوهر فكرة الترابط بين الأدوار والوظائف والأقسام نجي نشوف أنه الدور الآن الوظيفة اللي هان في هذه المربعات بدأ يكون إلها طبعا هاي الأقسام وهاي المنظمة الآن الدور الوظائف اللي هان بتشير إيش تنسيق بينه يصير تنسيق بين الوظائف وما بين الأقسام ما بين الأقسام وبين إيش المنظمة ككل إذن ترابط هذا بين الأدوار سواء للوظيفة أو للأقسام للمنظمة لازم يكون تنسيق متكامل تنسيق أيضا يكون مستمر في هذا الجانب حتى تستطيع المنظمة أن تحقق أهدافها ويمكن وصف الدور التنظيمي بينه مجموعة مهام مترابطة تتطلب سلوكيات معينة من الفرد العامل في المنظمة سواء كان مدير أو غيره لغرض الارتقاء بهذا الدور تتشكل الأدوار في إطار كل وظيفة ومن مجول الوظائف تتكون الأقسام يعني لاحظوا أيضا الوظائف تندمج مع بعض بتحقق لقسم معين طبعا الوظائف كل ما كثرت طبعا بيصير التجميع الآن للوظائف المتشابهة تندرج تحت قسم مثلا رقم ألف تندرج مجموعة من الأقسام تحت قسم رقم إثنين أو مجموعة من الوظائف تحت قسم رقم جيم وهكذا كل هاي بيصير الآن تنسيق فيما بينهم طبعا تحت إطار بالكثير والإطار ممكن تكون دائرة أو إدارة عامة أو ما شابه ومن مجمع للوظائف تتكون الأقسام ولت تكون بمجموعة المنظمة لأنه الآن كل الأقسام طبعا في بعض المؤسسات ليس فقط بيلفاه عند وإدارات موجودا الأقسام لكن بالنهاية كل تجميع هاي الوحدات أو الأقصى بتشكل لمنظمة ككل لأنه الآن المنظمة هي عبارة عن مجموعة من المهام والوظائف اللي بتقوم بيها لأن تتشكل هاي الوظائف والمهام حتى تؤدي الهوى الهدف الرئيسي للمنظمة إن التشكيل لهيكلة الأدوار ينبغي أن يصمم في ضوء مراعاة جانبين أساسياً وهما المرتكزات الأساسية لهيكلة الأدوار والوعي بالتمايز والتكامل خلينا نشوف المرتكزين هدول بشكل جيد أول شيء المرتكزات الأساسية لهيكلة الأدوار تتمثل هذه المرتكزات بالآتي أن اختلاف الأدوار مرجعه اختلاف الوظائف والأقسام والمنظمات طبعاً كل قسم كل وظيفة الهدوار معين إذن الأدوار تختلف طبيعي جداً في هذا الجانب يتطلب اختلاف الأدوار التفكير بمزيد من التنصيق قصد إحداث التكامل بينها إذن أدوار تختلف الوظائف تختلف المهام تختلف لكن بالنهاية نقول ليش لازم تتكامل فيما بينها لازم تصير تنصيق فيما بين هذه الأدوار حتى فعلاً نحقق الهدف بشكل سليم ينبغي أن تبنى هيكلة الأدوار وفق فلسفة تؤكد إحداث موازنة دقيقة بين مختلف آليات وأبعاد تلك الأدوار بما يساهم في تحقيق حاله التميز بالأداء لتحقيق أهداف المنظمة ينبغي أن تراعي هيكلة الأدوار حدود التداخل والاعتمادية ما بين الوظائف والأقسام في إطار المنظمة باعتبار أن إنجاز أي الدور يتطلب إسناد بالمعلومات والرأي ومعرفة رد فعل وتوقعات الأطراف الأخرى إذن هذا التداخل إذا تراعي في هيكلة أدوار هذا التداخل لاعتماد ما بين الوظائف والأقسام لأنه أحياناً وظيفة ممكن تعتمد على وظيفة أخرى قسم يعتمد على قسم آخر إذن هاي بدون مهم جداً توفر معلومات كل قسم يوفينا بالمعلومات لأنه ممكن هاي المعلومات راح قسم آخر يبني عليها اللي هو خطته يبني عليها مهامه يبني عليها اللي هو آراء وهكذا تشكل المرونة هي الأخرى أحد المرتكزات الأساسية لهيكلة الأدوار انسجاماً مع طبيعة المتغيرات الداخلية والخارجية إذن في عندي تغير مبقدرش أنا أكون جامد في الدور اللي أنا بقوم فيه لا إذن لازم يكون عندي مرونة في الأدوار ليش؟ لأنه عندي تغيرات سواء داخل المنظمة أو خارج المنظمة وحكينا سابقاً أنه أحياناً هاي التغيرات ممكن تسبب تغير في استراتيجيات العمل إذن هتغير في الأدوار إذن لازم يكون عنده مرونة إذن هذه مرونة مهمة جداً وما يرتبط بهما من تغيرات تفرض إجراء التغيير المناسب في هيكلة الأدوار اعتبار الاستقلالية مرتكز أساسي في هيكلة الأدوار كونها تعطي الخصوصية اللازمة والمميزة لكل ضر إذن عندي هيكل تنظيمي عندي العديد من الوظائف عندي العديد من الأقسام كل قسم له خصوصيته له مهامه له علاقاته الخاصة به ولكن بالنهاية لازم نحكي يصير تكامل بين كافة الأقسام أوكي لكن لازم يكون عندي استقلالية لعمل كل قسم لكن هذا لا يعني أنه ما يصيريش تنصيق لا لازم يصير تنصيق بين القسم الواحد في مهامه وكذلك الأقسام فيما بينها الوعي بالتمايز والتكامل خلينا نشوف هذا الجانب الآخر ينصرف الوعي هنا إلى توفر المعرفة العميقة بطبيعة التمايز في الأدوار كنظم فرعي هنا تلاقي القسم الواحد في أكثر من نشاط ممكن تلاقي نشاط معين يختلف عن أو يتميز عن النشاط الآخر أو في الفرع آخر وهكذا إذن في توفر معرفة عميقة بطبيعة اللي هو التمايز في الأدوار وكذلك المعرفة العميقة بخيارات التكامل بين تلك الأنظمة الفرعية إذن أنا عندي أكثر من نظام فرعي تتميز الوظائف فيه تتميز الأدوار فيه لكن بالنهاية بده يكون تكامل بين هذه الأنظمة الفرعية حيث يعبر التمايز عن درجة التباين والاختلاف بين الأدوار كنظم فرعية لأي منظمة بينما يشير التكامل إلى مستوى التنسيق المتحقق ما بين الأدوار التنظيمية المختلفة لأنه صحيح نقول بالأساس كل قسم له استقلالته عن الآخر ولكن الآن التكامل هذا مهم جدا حتى تقوم المنظمة بتحقيق أهدافها على أكمال وجه أما بصدد مرجعية التمايز يعني ليش هذا التمايز بصير فتعود إلى مصادر عديدة لعل منها ما يأتي اختلاف التوجهات الزمنية للنظم الفرعية في المنظمة وارتباط تباين في الأدوار لهذه النظم أحيانا بتلاقي بعد زمني نشاط معين بده بعد زمني أكثر من الآخر في تنفيذ هذا النشاط أو هذا بمعنى الهدف يتحقق فيه بعد زمني أكثر من نظام آخر علشانك بصير عندي تمايز اختلاف في طبيعة الأهداف التي تركز عليها هذه النظم يعني بمعنى الآن تحقيق هذا النشاط يحتاج إلى وقت معين أو زمن معين كذلك هذا النشاط له هدف معين هذا القسم له هدف معين هذا الوظيفة له هدف معين إذن عشان هيك بصير عندي تمايز إذن اختلاف في طبيعة الأهداف التي تركز عليها هذه النظم سواء الأقسام والوظائف وهذا يقود إلى التمايز نوعية الأدوار العلاقات الرسمية والعلاقات غير الرسمية داخل النظم الفرعية والعاملين فيها تنعكس على التمايز أدوارهم إذن العلاقات الرسمية التي هي موجودة ومعتمدة على الخريطة التنظيمية هذه واضحة مهامة عندي علاقات غير رسمية طبعاً أحياناً العلاقات غير الرسمية بتأثر على العلاقات الرسمية وهذا يجعل الأدوار تختلف إذن وجود علاقات خير رسمية مع العلاقات الرسمية يتميز الأدوار التنظيمية اختلاف في مفردات وآليات عمل الهيكل التنظيمي لهذه النظم حيث التباين في درجة الرسمية والمعيارية والمركزية هذا أخذناها من خصاص الهيكل التنظيمي الاختلاف هذا أيضا يسوي تمايز في الهيكل التنظيمي والأدوار والتخصصية الأخرى تشكل مصدر لتمايز الأدوار التنظيمية ويمكن عرض الأفكار أنا في التذكر في الشكل لاحظوا هنا التمايز في الأدوار التنظيمية للنظم الفرعية التمايز في الأدوار التنظيم للنظم الفرعية لاحظوا كيف هاي مدير عام المنظمة مدير البحث والتطوير مدير التصنيع مدير النبيعات مدير البحث والتطوير يتعامل مع البيع الفرعية العلمية له علاقة بالعلوم بالبحث والتطوير والدراسات وهكذا لكن عليش يركز يركز على جودة المنتجات على التوجه بعيد الأمان على الهيكل العضوي يعني الهيكل العضوي بمعنى المتغير اللي هو المرن عفوا الهيكل العضوي اللي هو الهيكل الثابت والمستقر يعني الثبات لكن الهيكل الآلي هو الهيكل المرن الذي يمتاز بالمرن الآن مدير التصنيع يتعامل مع البيئة الفرعية للتصنيع ويركز على الكفاءة في الكلف التوجه قصير الأمد الهيكل الآلي بمعنى المتغير حسب اللي هو التغيرات ممكن في السوق فبتلاك ده من إيش متغير مدير النبعات يتعامل مع البيئة الفرعية للتصويق ويركز على رضى الزبائن التوجه قصير وبعيد الأمد والهيكل الآلي العضو التنين مع بعض يعني الهيكل المستقر والهيكل المرن إن ضرورة عمل المنظمة كوحدة واحدة تقتضي توفر الوعي بمرجعية هذا التميز ومن ثم الاهتمام بتطوير آليات التكامل والتنصيق المناسب لجعل العمل أكثر إنسيابية وفاعلية إن زيادة التمايز في الأدوار التنظيمية يحتاج إلى مزيد من تفعيل لآليات التنصيق والتكامل الحديثة انطلاقا من أن التنصيق ما هو إلا نوع من التعاون والتروط ما بين مختلف الأدوار والوظائف والأخصام في المنظمة كما أن ضرورة العمل الجماعي المشترك تتطلب هي الأخرى معرفة طبيعية التداخل الحاصل بين الأدوار التنظيمية المؤدية إلى إنجاز المهام والوظائف والأخصام وتسهل استخدام الموارد التنظيمية الوصول إلى الأهداف وتأسيسا على ذلك فإن اختلاف هيكلة التداخل ما بين الأدوار يمكن أن تصمم بفق صياغ عديدة وتطلب هذه الصياغ آليات تنصيق مختلفة فإذا كان التداخل ما بين هذه الأدوار تضم محدودة فإن آليات تنصيق تلك الأدوار يغلب عليها الطابع الرسمي البسيط في حين تكون هذه الآليات حديثة إذا كان التداخل الكبير كتداخل التبادري خلينا نشوف لهذا الشكل اللي بتحدث عن آليات التنصيق والتكامل وفق نوع اللي هو التداخل في عنده هنا نوع التداخل في أحيانا لا وجود لتداخل زي المصارف التداخل التتابع زي خط الإنتاج التداخل التبادلي زي المستشفيات خلينا نشوف آليات التنصيق بالنسبة إذا ما كانش هناك تداخل زي المصارف إيش آليات التنصيق تلقي الالتزام بسلسلة الأوامر في عندي أنا سلسلة من الأوامر أو الأوامر الآمرة لازم يشتغل عليها تطبيق عالي للإجراءات والمقاييس الالتزام العالي بقواعد العمل والضوابط إذن ليش؟ لأنه ما فيش تداخل خلاص كل واحد عارف شغله ما بتدخلش بشغل الآخر لكن الشغل التتابعي إذن واحد بيعتمد على الآخر إيش بده؟ استخدام الجدولة والخطط عقد اللقاءات مجدولة تفعيل الأدوار الاتصالية وتبادل المعلومات حتى إيش محدش يدخل على الثاني في تتابع واحد بيبتكس على الآخر لكن التداخل والتتابع زي المستشفى يصير هنا استخدام اللقاءات غير المبرمجة جاءنا أحياناً لأننا عندنا مبرمجة بمعنى منصق لها أو الأخير لكن استخدام لقاءات غير مبرمجة تكون وقت الحاجة اعتماد صياغ فرق العمل بيشتغل مع بعض فرق عمل بتبادل الخبرات بتبادل المعلومات تطوير فرق العمل حتى فعلاً تطوير فرق المهام حتى تقوم بالأعمال على أكمل وجه إبراز أدوار مدري المشاريع كل واحد عارف شغله بتبادل المدير مع المدير الآخر حتى تقوم الأمور على أكمل وجه طبعاً زي ما انتم شايفين هنا الأشكال هنا ما فيش تداخل كل شكل لوحده هنا تتابعي واحد بيرتكز على الآخر هنا تبادل واحد بيأخذ معلمات من الآخر طبعاً في النهاية بدنا نخدمين الزبائن زي ما انتم شايفين في الأشكال ومهما اختلفت آليات التنصيق والتكامل ما بين الأدوار التنظيمية وكذلك تعددت مفردات هذه الآليات فإنه تندرج ضمن آليات التنصيق التكيف المتبادل الإشراف المباشر التقييس والمعيارية التي تم استعرضها في الفصل السابق يتضح مما تقدم أن فكرة هيكلة الأدوار التنظيمية تركز على الجوانب التالية أول شيء إحداث قدر من التكامل ما بين الأدوار المتميزة أفقياً بحيث بسبب تجميع هذه الأدوار وفق مهام تنظيمية مختلفة إيجاد قدر عالي من التكامل ما بين الأدوار والوظائف والأقسام وبالتالي المنظمة كوحدة واحدة يتطلب تمايزاً عمودياً نابغاً من البناء الهرمي للمنظمة والذي ينطوي على التخصيص للسلطات المرتبطة بمسؤوليات المناطة بكل مستوى من المستويات التنظيمية إن تفعيل هيكلة الأدوار التنظيمية ما هو إلا اشتقاق منطقي مترابط حيث أن رغبة المالكين بنجاح المنظمة يجب أن تسندها إدارة عليا قد حددت القدرات الجوهيرية التنظيمية لتشتق منها الأقسام المختلفة ما تحتاج من مهارات وقدرات وقابليات ذات علاقة وثيقة بهذه القدرات الجوهرية وتأتي الأدوار الفردية والجماعية لتعزز أداء الأقسام من خلال توفر معرفة وقابليات وظيفية شخصية تتطور باستمرار وتعتبر مطلب أساسي لإنجاز الأدوار ويمكن طبعا ترجمة هذه الأفكار من خلال طبعا هذه الأشكال تصميم هيكلة الأدوار وترابطها خلينا نشوف على سبيل المثال المالكون بيسعو دائما للنجاح المنظمة المدير العام بيعمل توازن بأن جميع الأطراف أصحاب المنظمة والعاملين والبيئة الخارجية مدراء الأقسام للقدرات التنظيمية الجوهرية بيركزوا عليها بشكل كبير الوظائف المختلفة وظيفة ألف وظيفة با وظيفة جيم بيركزوا على المهارات لكل وظيفة معينة والقابليات التنفيذية لإلها الآن نجي برضو طبعا كل واحدة إلها دور في الآن القابليات والمعارف للفرد قابلية الفرد على القيام بهذه المهمة لحظوا هنا فيها اللي بسموه التمايز أفقي تجميع المهام بالتنظيمية جمع عنها الآن أفقي لكن هنا في عندنا التمايز عمودي تخصيص المسؤوليات والسلطات الآن لاحظوا هنا كل واحد أيش إلها مسؤولياتها الآن إلها المهام تبعتها تقوم بها إذن هناك تميز أفقي وتمايز عمودي يعني التمايز العمودي تخصص بموضوع المسؤوليات لذلك أن التمايز الأفقي بتجميع المهام التنظيمية نجح نشوف خيارات الهيكل التنظيمي يعد الهيكل المنظمة خيارا استراتيجيا باعتباره وسيلة تستخدمها المنظمة للاستجابة والتلاؤم مع التحديات المختلفة التي تواجهها إن عملية اختيار هيكل المنظمة تتأثر بجملة محددات موقفية كالحجم والبيئة والتكنولوجيا والاستراتيجية طبعا هذه الأمور كلها بتأثر على هيكل المنظمة أخذناها طبعا في فصول سابقة وكذلك دورة حياة المنظمة كلها بتأثر على هيكل المنظمة وهذا يعني أن بروز حالة التنوع في المحددات يتطلب تنوع بخيارات تصميم الهيكل التنظيمي لا زي ما حكينا ممكن كل فترة من حياة المنظمة كلها هيكل التنظيم مختلفة عن الآخر التكنولوجيا لو ازدادت استخدامها داخل المنظمة هذا أثر على هيكل التنظيمي البيئة سواء كان بيئة داخلية أو البيئة الخارجية ممكن أثر على هيكل التنظيمي حجم المنظمة صغير كبير بين الأرض وبيأثر على الهيكل التنظيمي كل هذه المحددة بتطلب تنوع في خيارات تصميم الهيكل التنظيمي ويمكن استرشاد بالمنظور والمنهج الذي يبني ويصمم على أساسه هيكل المنظمة ثم تحديد نوع الهيكل الملائم لعمل المنظمة وعلى النحو التالي يعني أما بشأن مناهج تصميم الهيكل التنظيمي خلينا نشوف المنهج الأول بك عن منهج اعتبار الهيكل كخيار يستجيب لتحديات تصميمه إذن فيه هناك إذن تحديات لتصميم الهيكل التنظيم خلينا نتعرف عليها تواجه المنظمة عندما تفكر باعتماد هيكل تنظيمي معين جمل التحديات ينبغي أخذها بالاعتبار منها ما يتعلق بآليات التكامل المعتمدة والتي تحقق التنصيق والتحسين المستمر للأداء ومنها ما يرتبط بهرامية المسئوليات وسلطات القرار ودرجة تركيزها وهذا حديات أخرى متصلة بهرامية الأدوار وعلاقتها ومدى قدرتها في تعزيز الوظائف والأقسام لتحسسين فعلية المنظمة باستمرار إضافة إلى تحديات متصلة بمنظومة القيام والتقليد والثقافة المؤثرة بطريقة عمل وتصرف الأفراد والجماعات ومدى مساهمتها في تكوين مناخ قيمي وثقافي يمكن أن نعزز فاعلية المنظمة ويضمن استدامة أداءها بنجاح وهكذا جاءت الهياكل الآلية والهياكل العضوية طبعا الهياكل العضوية هي التي امتازت بالثبات والاستقرار والهياكل العضوية التي امتازت بالمرونة استجابة لطبيعة التحديات التي تواجه المنظمة خلينا نشوف هاي الشكل الهياكل الآلية والعضوية كاستجابة لتحديات التصميم الهياكل الآلية كناتج لمجموعة خصائص التصميم في عندي أنا التخصص الفردي العاملون يعملون بشكل منفصل ويتخصصونها بمهمة محددة ها لاحظة بمهمة محددة بوضوع لكن الهياكل العضوية كناتج لمجموعات خصائص التصميم التخصص مترابط مش فردي لأ عندك تخصص مترابط العاملون يعملون معا وينسقون أفعالهم لإيجاد أفضل أسلوب لأداء المهمة إذن هنا بتلاقي يشبرون أكثر من الآلي آليات تكامل بسيطة هرمية السلطة معرفة بوضوح وهي تتمثل آلية التكامل الرئيسية ألا التكامل معقدة قوى المهام والفرق هي آليات التكامل الرئيسية نجح نشوف اللي هو المركزية سلطة رقابة المهام تحتفظ بها الإدارة العليا في منظمة وأغلب الاتصالات العمودية من تحت إلى فوق أو من فوق إلى تحت اللي هو كل الأوامر اللامركزية سلطة الرقابة على المهام يعني لاحظوا هنا بتكون المركزية في الهياكل الآلية اللامركزية في الهياكل العضوية سلطة الرقابة على المهام تفوض للأفراد في جميع مستويات المنظمة وأغلب الاتصالات جانبية وقطرية مش زي اللي هو الهياكل العضوية الآلية مثلك دائما عمودية بالنسبة للمعيارية أو المقايسة استخدام كثيف للقواعد لأنه أنا بتركز الرسمي أكثر من الآخر استخدام كثيف للقواعد والإجراءات المحددة للتنصيق بين المهام مع قدرة على التنبؤ بمراحل العمل ونتائجه لكن هنا نبسي عند التكيف متبادل استخدام مكثف للتفاعل وجها لوجه لتنصيق بين المهام ومراحل العمل يصعب التنبؤ بها منهج آخر منهج آخر بيحكي عن منهج اعتبار هيكل كناتج لعملية الرصف والمحاذاة بين حاجة المنظمة للبحث عن الكفاءة مقابل التعلم التنظيمي طبعا وفقا لهذا المنهج تتم موازنة خصائص الهيكل لتعطي المنظمة كفاءة عالية من خلال الثبات والرسمية والإجراءات والسيطرة والاستقرار والموثقية طبعا هذه هيكل عمودية وبينها هيكل الأفقية تصمم في ضوء الحاجة للتنصيق والتعلم والإبداع والمرونة خلينا نشوف هذا الشكل هذا فعلا شكل جميل يعني خيارات الهيكل التنظيمي في إطار الحاجة للكفاءة مقابل التعلم يعني خلينا نشوف هذا الجزء إذا كان عندي المنهج المهيم على خيارات التركيب عندي إذا كان هيكل وظيفي هنا بيكون أقل فيه الهيكل الوظيفي مع فرق وظيفيا منوع وظيفيا للتكامل هيكل عالي أساس الأقسام هيكل مصفوفي هيكل فرق عمل هيكل شبكي هيكل افتراضي إذا كان عندي أفقي لاحظوا كيف يبكون أكثر شيء افتراضي بيكون بركز على التنصيق والتعلم هيكل الشبكي أقل بسيطة هيكل الفرقي هيكل مصفوف بيقل شوي هيكل أساس الأقسام بيقل الهيكل مع فرق مدوع وظيفيا بيقل الهيكل الوظيفي بيقل لكن تعالوا إذا كان عمودي وبرتكز على الرقابة والكفاءة والاستقرار لقينا الهيكل الوظيفي بيزيد الهيكل الوظيفي هنا بيبدأ يقل منها الهيكل عساس الفرق بيقل هيكل مصفوفي بيصير يقل هيكل فرقي بيصير يقل هيكل شبكي بيصير يقل هيكل افتراضي بيصير يقل هذه هي الخيارات في إطار الحاجة للكفاءة مقابل التعلم هنا بيكون تعلم أكثر هنا في الأوفق بيكون تعلم أكثر إبداع أكثر مرونة أكثر لكن هنا بيكون كفاءة أكثر رقابة أكثر استقرار أكثر موثقية أكثر إذن في إطار هاي المحددات بنختار هو التصميم المناسب اللي إحنا بدناه إياه منهج اعتبار الهيكل كناتج لمرتكزات عملية البناء التنظيمي يرتكز هذا المنهج على ثلاث مرتكزات أساسية في عملية البناء التنظيمي وهذه المرتكزات متصلة بحركة المنظمة كنظام مفتوح حيث يهتم المرتكز الأول بالمدخلات كأساس لتوليد خيارات الهيكل المختلفة أما المرتكز الثاني في أساسه العمليات الداخلية المنظمة في حين يستند المرتكز الثالث على المخرجات كمتحصلات ونتائج مستهدفة يقوم عليها البناء التنظيمي يعطي هذا المدخل مرونة عالية في عملية البناء التنظيم ويبرز أسهمات هياك المختلفة يمكن أن تكون سلسلة مترابطة متجانسة لتعطي تصميم تنظيمي يحمل صفات عديدة منها التكامل والمرونة والتنوع والاستبدال والتكيف ونعتقد أن هذا المنهج هو أكثر تلاؤماً موطيات بيئة الأعمال المعاصرة خاصة في الشركات متعددة جنسيات ومتنوات الأعمال الشكل هذا طبعاً بيوضع هاي مرتكزات أساسية للمخرجات هاي مرتكزات أساسية للعمليات هاي مرتكزات أساسية للمدخلات العمليات للمخرجات إذن كل شيء بيعطيك هنا مثلاً اختلاف مجميع الزبائن المطلوب خدمتهم تركيز على اختلاف المنتجات تركيز على اختلاف العلامات التجري وهكذا هاي اللي هو المخرجات هنا التركيز على اختلاف الأنشطة التركيز على اختلاف الأنماط التركيز على اختلاف مواقع الأنشطة بالنسبة للمدخلات التركيز على اختلاف المدخلات الأساسية التركيز على اختلاف قنوات التوريد تركيز على اختلاف الموردين الرئيسيين وهكذا إذن هاي الاختلافات المهمة جدا بين كل مرتكز وآخر طبعا هذا المنهج هو المهم نشكر لكم حسن الاستماع ونلتقي في محاضرة لاحقة بإذن الله تعالى حتى نتناول موضوع أنواع الهياكل التنظيمية أشكر لكم حسن الإصغاء وبرك الله فيكم